رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد للمرة الثالثة منذ توليه رئاسة الحكومة في الإقليم والموضوع هو ذاته ولم يتغير حصة الإقليم المالية من الموازنة العامة والمحجوبة منذ عشرة أعوام سلسلة المشاورات التي أجرها بارزاني مع الرئاسات الأربع لم تثمر عن أي اتفاق شامل ينهي مسلسل الخلافات المستمرة بين الطرفين رغم صدور إشارات إيجابية من بغداد وأربيل بشأن نتائج المباحثات حكومة الإقليم ليست جادة إطلاقا في مفاوضاتها مع بغداد لإقرار حصة الإقليم المالية بل تعمد إلى كسب الوقت والإيحاء إلى الرأي العام بأن السلطات الاتحادية تهضم حقوق سكان الإقليم فالمشاكل القائمة بين الطرفين تتمحور حول عدم التزام الإقليم بمضامين الدستور وهذا هو أصل الخلاف لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحده هو المتحكم بملف النفط ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يشكل حسب خبراء اقتصاديين عاملا قويا يحفز حكومة الإقليم على الإصرار على التمسك بملف النفط بعيدا عن رقابة السلطات الاتحادية بالأسعار الراهنة للنفط في الأسواق العالمية لن يتحقق اتفاق نهائي وشامل بين السلطات الاتحادية وحكومة الإقليم فإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن يخدم مصالح الطرفين من الناحيتين السياسية والاقتصادية وما يجري الآن من جولات تفاوض لا تتعدى كونها ذرا للرماد في العيون كما أن الوضع الاقتصادي في الإقليم لن يسؤى أكثر مما هو عليه حاليا البرزني كان قد اتفق مع حكومة الكاظمي السابقة على تسليم عائدات 550 ألف برميل يوميا إلى الخزانة العراقية لقاء دفع بغداد مبلغ 200 مليون دولار شهريا كرواتب لموظفي الإقليم وهو الحل الذي قد يعتمده الجانبان خلال العامين القادمين ويرى مراقبون هنا أن جعل حل الخلاف على حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة رهنا بتسليم ملف النفط والمنافذ الحدودية إلى السلطات الاتحادية غاية لن تتحقق قريبا في ظل تشابك عدة مصالح إقليمية على أرض العراق هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل